مرحبا ولا أصلافكم بحلقة استثنائية من Game On هيدا هي الحلقة الأخيرة لهيدا الموسم تحديدا بطل لبنين الكوريت السلي فريق الرياضي بيروت ولكن في لاعب أدري حقيق خمس بطولات على الطويل لتصير المقولة وين في هايك؟ في بطولة ضيفي بايد الحلقة هو هايك يوتشان نجم فريق الرياضي ومنتخب لبنين الكوريت السلي أهلا وسلافك، أهلا وسلافك، أهلا وسلافك خمس بطولات وربعة؟ من بعد ما خسرت خمسة، أربحت خمسة حسنًا، لنذهب إلى هايك يجب أن نذهب إلى الرياضي نعم، نجرب لنجم فريق الرياضي حسنًا لنجم فريق الرياضي دعنا نقول لسعيد البطوليات من هاتمن وصولاً للرياضي من بعدها رجعت مع بيروت وهلأ مع الرياضي مالك كل شيء؟ تقريباً، لكن لا، هناك كذا شيء بعد على أجندة ماذا عندك؟ آسيا؟ أول مرة لعبين آسيا حتى العرب؟ كنت مجنة صبشي هلأ إذا نتلع توب توب بالوصل لدواي نتأهل عبتود آسيا وإن شاء الله هناك في الثلاث تغريق أنت على صعيد وصل هاته بلش معك بلش من وصل، بعدها بنتقل على الدور اللبناني ديال شفنا مدرب الكويت لكويتة كان عم بيحكي عن استقدام فانميكر ويستخف خليني أقول بقدرات الفرق المحلي وفريق الرياضي بيروت وهذا الشيء يقال بيتر شومرس ورد عليه واقل عرقجي عبر هنا لبنان وكانت تصريح واقل أنه أنت ما بتعرف الفرق اللبنانية وخدتوه أنتو كفريق الرياضي كاستفساز للكوين وخدتوه موضوع شخصي أكيد، وحقه يحكي وعم نشوف شو عم بيصير كل واحد عم بيحكي ضد نادر الرياضي وعم بيستفزنا فنحنا رايحين نحارب إن شاء الله الفريين مطلع من مجموعة وحتكون بطولة كثير قوية ونحنا جاهزين لكل شيء الفول فوكس البطولة اللي ربحنا هلأ نحتفل فيها اليوم وبكرة بس بعد بكرة نرجع نبلش تمرين وحنجيب عجنب الثالث كمان I think Jikanovich مضبوط وراحين تنربح البطولة نحن إنت قلت بعد المباراة we got wakils back أكيد وakil شو ما يحكي منعرف عواد بك big statements بس he backs it up ونحن we back each other up شو ما يحكي حدا we have each other's back وهيدا الشي اللي خلينا لربح البطولات سمعت التصريح نائب رئيس إدارة نائدة ديرامو حسن فواز مبارح اه اي تصريح كان ملكزة تسريح انه هو كان بدرب فريق رياضك الربح والبطوري هيدا شي يعني مضحك ضحكت لما سمعت هك شي لانه الكردت اللي لازم ينعطلها الكوتش أحمد فران الشغل اللي عم بيعمله هو الكوتشينك ستاف كوتش جوجو وكوتش رانا شغل كتير جبار عم بيساعدونا بكل شي والعالم بركة ما بيفهمو الدال هني عم بيشتغله كرمال يرايحونا كرمال ياخده الماكس من اللعيبة فهيكو برأيي بلا تعمل باك تو باك تشامبينشيب مع المدرب أحمد فران باك تو باك يعني سنت الماضي مع بيروت سنة مع فريق الرياضة وقبله بـ 2018-2016 مع الرياضة كمان ورجعت من بعده انت مع الهومانتمن ربحت البطولة قبله 2017-2018 انت مع الرياضة 2018-2019 مع الهومانتمن العكس 2019-2020 لا أزيل أول بطول ربحته مع الهومانتمن 17-18 اه اوك 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 جعت ريحت على الرياضة 18-16 كمان كنا فورتسيد كنا عنا مشاكل بالفريق بس الفريق عمل كليك بالكامسري في البلايوف ما حدث لكم؟ يعني تحس الفريق كتير عادة بالسيزن فجأة بالبلايوف سيدة أهلا وقل فريق الرياضة بتحول بيصير من التمامة المعامة المعامة ليربح البطولة لأنه بالبلايوف غير لعبة ماذا تعمل بالسيزن؟ تساعدك بإمكانك المعامة 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 بس الطريقة اللي تلعب بالسيزن والبلايوف وفي البلايوف هي مختلفة وهذا شيء الرياضة عنده لعبة الرياضة والماناجمينت تعلم كيف يتفع تعلم كيف يتفع المعامة المعامة تأخذوا كرميل توصل انت على البيك تبعك عندما يتفع وهو بأيار أيها كانت أصعب عليكم ونسمي فعلا سيرس ضد الحكمة أو الفعلا سيرس ضد دينامو أثناناتهم صعبين ولا واحدة هنا لعبنا بغزير كانوا كتير سوبر صعبين ودد دينامو بركة كان في جيم واحد جيم فور بالمنارة كانت شوية بس مدهوب كمان تعور بالجيم فايف كانت جدا جدا كلهم مثل بعض كمالتوا جيم بدا ديوب كليا يعني يجدوا بخلص منصال قاعد برا عنده انكل سبراين أنت وسمع عن كورت عملتوا فدء كتير كبير وسمعها لك أنت اسمعها لعا السمع اسمعها لعا السمع اسمعها لبايدة الابين وما كان بس إيديك بعد بيعملوا بلوكات كمان مثل ما قلتلك بالبليوفس بدك تجرب تعمل كل مستخدم كل شي صغير في كل العيب بيعمله بيتراكمه وبيكون عنده سنوبل افاكت بالانرجي وبالمومنتم وبيخلوك تربح الجيم بالاخر كل مستخدم كل مستخدم فتتحول ببطل تلعب بالكامل بصير تعمل أساس زيادة أساس أكثر مش معود عليها فتحلوك لفعل كل شيء هايك خلينا نفوت شوي على موضوع السيزن كله يعني نبلش من أول السيزن نرجع نوصل للنهاء البطولة قطعته بكتير مطبط كفريق الرياضي يعني ساعة نكون تغيير على صعيد الجهاز الفني انتقلتم من مدرب زور جعجة إلى مدرب أحمد فران تغيير على صعيد اللاعبين الأجانب وقل عرق جرجع نضم إلى الفريق كمانا يعني هالتعديلات الكتير اللي صارت على فريق الرياضي كيف توصفها كيف تختصرق قداش أثرت عليكم سلباً أم إيجاباً؟ هالتعديلات عملوا طعم الفوزة البطولة أحلى لأنه ما كانت هاينا أبداً متل ما قلت مرقنا بكتير مطبات بكتير صعوبات وحاربنا ويجربنا الساعة وكل واحد كان عم بيعمل ويجربنا الوصول ويجربنا ويجربنا وعندما جبنا الجانب بيركبوا بالكميسترى كمان كانوا مجدد لنا وقلت وقلت مفترض شو الفرق بين مدرب جورجا جا ومدرب أحمد فران؟ ليش هوني قدت أن نتكلك بأول سيزن؟ وليش تكلكت مع مدرب أحمد فران؟ بأول سيزن كمان كان عنا كثير إصابات وعندما كانت عم بأول سيزن؟ وفي أيضا إيضا وقلت بأول سيزن مهمة ومع المنتخب وامير بمعور وقل ما كان معنا لتبع بأول سيزن الفرق بين جورجا جا جورج وفران انه تباً مزيدين بس ندر الرياضة هنه ما بيحملوا الخسارة كثير فهنه لما شافوا خسرنا كام game مع كوت جورج كان عليهم انه يخدوا some decision to try to save the season to give a shock للفريق و they took the decision يجيبه كوتش فران and we know who كوتش فران is and we were ready to fight for him and that's it هنه اخدوا الدسيجن نحنا مشينا معهم هنه اخدوا الدسيجن نحنا مشينا معهم اكيد اكيد و هو بيعرف انا بحترمه و بحبوه و هاته لسنة بلعب معه it's amazing relationship احلى كوتش لعبين معه هو كوتش احمد فران في اول yes اكتر واحد ارتحت معه مضبوط اكتر واحد ارتحت معه دائما منشوفه حتى يمكن من الاشطر بعد الموضوع هو المدارب احمد فران بيعرف يعطي الروري وقسم الروري على كل واحد من اللعيبة يعني اكل واحد اكتشفى and he knows how to manage the egos and one thing that اللي بيميزه انه هو الليدر الفريق هو الالفا و نحنا كلنا بنلحقه so he leads you follow مضبوط عم شوفوني واقل عرقجي كابتن فريق الرياضي شوفكم كلكم موجودين ورا واقل كلكم تحتفلوا مع بعض هالصورة شب تعني لك شيك شو بيكتل عن هالصورة بيكتل عن هالصورة بيكتل عن هالصورة بيكتل عن هالصورة و نزلوا و عيطوا عليهم و ضبضبوهم مضبوط فحملونا عالملعب و انا جوا شفت انه كمان كان في كذا عالم جوا فضغري برامته و ركض لبرا which is it's sad انه ما قدرت احتفل مع الفريق بس كمان بزيت الوقت انا completely understand انه الرياضة كمانجمنت و كفريق الرياضة و بس كمانجمنت و كمانجمنت و الرياضة و انا بحب المناجمنت و الرياضة و الرياضة و انا بحبهم جمهور فريق الرياضة كان معكم عطول و انا لما كنتوا بتنزلوا من الباسكت عبسوا جمهور رياضة كيف بيهتفلك هايك 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 الجمهور الرياضة اللي بيحبوا عن جد بيحبوا فريق الباسكت بيحبوني و انا بحبهم كتير و this is amazing picture لما بتشوف اعلام الرياضة و اعلام لبنان و يعني لما اجا دواب رفعولوا عالم استراليا فيرفعولي عالم الرياضة كمان هاي بس مانتزلوا فقط بمشيئ خلاص اطعت و لا اسمتهم انا اتقلوا انا اتقلوا وصلتوا الى اللبنان و لعبتوا فينال فور هون النقطة الأساسية ضد فريق الحكمة درتوا تفوزوا على حكمة 3-0 مع العلم انو ما كان عادتكم المهمة هل تعتقدوا من بعدي اللي عملتوه مش مقاول مرة بتعاملوه قبل بمرة كمان حطيتوا في هيدا السيب خلينا اقول كنان المركز الرابع قدرتوا التربحة بطولة كمانا ضد الشونفيل كانت ساعدة هل تعتقد أنه بعد مهمة الهومكورت أم سقطت أدامي اللي عم تعملوك المرة لا ما سقطت أبدا بالعكس الهومكورت بيعت كتير بوش لأنه كتير أصعب وفيك تشوف الستات والبرسنتج تبعنا كمان بأوائي جيمز نحن 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 من منارة أصعب ملعب تلعب عليه هو هوماتمن أو غزير؟ أنا بعتقد غزير أصعب؟ غزير أصعب لأنه عدد الجمهور والطريقة اللي بيحمسوا وهو الـ Air Horns ما بفيك تسمع ولا كلمة عم بيحكي ما عم بيسمع بعض فقبل آخر لنا يلا خلاص فوتوا العدو تعرفوا تلعبوا وأنتوا يلا فوتوا العدو بغزير ما بفيك تسمع حالك جمهور الحكمة بيك رايدس ما بيسكتوا ولا ثاني بيضلوا يشجعوا بيضلوا يهيصوا بيضلوا يحطوا برشرة في حيالة تانية بس كمان أنت منتلية بقى هوماتمن ناديك عارضك وجمهورك هل تقلق منتلية بيضلوا؟ إنه تقلق بس أنا مستعدة بيضلوا وعندما أروح يقولوا لا أنت كنت معنا هيدا بيتك عم تلعب لأنه لعبت مع حكمة ولعبت مع هومنتمن ولعبت مع الرياضة مع بيروت لما كنت مع بيروت جيت عالمناره هل تقلق؟ وعندما نحن نلعب باسكت إنه مستعدة أنا مستعدة أنت ربحت مع ثلاث فرق الحكمة ما ربحت مع هوم بطولة؟ لا للأسف لا وصلنا في نال وخسرنا أربعة اثنان ضد الرياضة بعد عندها خيد الرغبة ترجع تلعب مع الحكمة ترجع تفوز مع هوم ببطولة؟ ما بعرف تكون حلوة هلأ هلأ عنده النية أنه يتعقدوا معك فريق أمانتمن؟ أنا أولا هلأ نادر رياضة وبعد عنا وصل بعد جماعتين تقريباً مسافرين على دبي ناكسويك فخلينا نخلص وصل ونرى شوء يزير بس فتوا بالنغوشيشنز انتوا في فريق الرياضة أم بعد ما حكيتو؟ بعد بس إنه أنا عنده ايجنتي ديالز وذيت لأنه أنا بعرفه من إدارة نادر رياضة بيروت أنه بدهم حيك يضل معهم بفريق يعني بدهم نحافظوا على الكور بفريق الرياضة أنت دي شود لأنه هيدا الكور ربح بطولة ونعرفت أنه هيدا الكور بحيالة سياركمسنس في يعطيك كذا بطولة و و و و و و وشد تتاكي تجاهد أنا برأيي قلتل لي برايوريتي فريق الرياضة من بعد فريق الرياضة مين فايت عليه كلا بنيكوشيشنز مع عندك عشريه تعريف ولا بسأل؟ ولا بسأل؟ نحاف هلأ خلينا بعدنا عم نحتفل بالفوز خلينا نخلص ومنشوف مين وال بيكون حضر زميلي خالف حصر الاتصال مع تنام جارودي رح يكون هرنا مدخلة مع تنام جارودي عمين سبنيدر رياضة بيروت يلي هو أساسا رح يقلك انه هن بدون يكبال فريق خيوبة ليه رح يقلك يا أرنى رخصني في هذا الموضوع شو الادفانتجز اللي كان عندكو نيها بالفنال على الدينامو وليش قدرتو تحسموا السيريز فور ون؟ الادفانتجز انه ويقفون كلهم جميعا تم تحضر من الدينامو كانوا تحضر زميلي خليه كانوا تحضر زميلي خلالف وجود كانوا تحضر زميلي خلالف ونحن كم معملك نحن كم معنائي شويتر هنو كانوا متكين أكتر عزاق لحاله كانوا تحضر زميلي خلائق بس السبورتين كاس تبعه ما كان عالمستوى اللي نحن عنا ايه بالرياضة ونحن عت أني داي حيالا اللعيفي يجي يعطيك البوش الزيادة فمتل ما شفت بكل جيم بجيم واحد يجي كايزي جيم تاني واقل جيم تالت أمير وان جيم اوز اي سكورت سم بوينت بس ما فيك تعرف من وين حت يجي البولت تهتشو فهيدا الميزة الأكبر بالرياضة فارحين ايديك؟ ما باموشي ما باموشي كما باموشي مثل ما قلنا عم نجرب نعول كل شي ايه قلوه قلوه لطمام جرودي عمو المعروف حبيبي ايه تمام حبيبي هايكي ميسيو ميسيو تمام تمام اول شي بعدنا عم نحكي هلا انا وهايك قلنا اول شي قللك بداية مبروك فوزكم باللقاء بطولة لبنين للكورة السلة عبرو لهايك بداية الحلقة خمس بطولات على التواري لهايك يوكت وين في هايك؟ في بطولة وغير طبعي انا وياك مباري هم بتقللي انه فريق الرياضي انه يكون عم بجدد للكورة الاساسية للفريق قبرني احنا املنا انه يدلوا الفريق مثل ما هو اكيد هذا ادو املنا ما قدرت اسمعك تمام احنا املنا انه نخلي الفريق مثل ما هو اوكي انا شايف الفريق بعقد ما بيندقر من احنا فرق مركبه من زمان اوه طاقت اسمع الشباب بس الشباب ما حدا يتركنا طب على صعيد هايك يعني برايوريتي هايك اضال مع فريق الرياضي بيلوت 100% هو عنده نفس الرياضي يصبح اناتكم انتبادلين يعني فيه اول اليوم انه 90% هايك ستاقل مع رياضي ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ها كيف ما عم براس حبيبنا طلع اشي كيف ما بتمشي بلا ما طلع اشي هايك شو اولك اك تسأل تمام ما زلنا ها طب اتنا اتنا هيدا املنا بس ما ما نكذب ونقول خلص لهم بدينا انا بعد ما خلص لهم بدينا بعد عنا بطول براسنا هيدا اتراوتي لقلنا بس اتناتنا انا اتناتنا حاضبين ونعمل مستحيل ان نظل نساوي سنة جاي اكيد دعونا اقول كيكانوفيتش راسمين راحكون الاجنب الثالث لفريق الرياضي تمام؟ صحيح اوكي او ديوب او ديوب شو وضع الاصابة تبغول كتابكي مع روني انا بعد المباراة قال لي انكل سبريم بس ما في شي بخوف بسانا بيكون جينز اواصل يعني ثلاث اجانب كيفن ميرفي ديوبريث وكيكانوفيتش صحيح مع فريق الرياضي بيروت صحيح بلشت فكروا شي بالموسم القادم تمام؟ بلشت جواربوا تفوتوا على خط التعاقدات؟ احنا اوزكي عن جد صريعنا صوتي انجا طالع نحنا كمبدأ تركيزنا على اللاعب اللي عنا يعني ما عنا حكي محدة من بره ما بهمنا حدا من بره ما احترام لكل اللاعبه فريقنا شايفين نراكيب شايفين عنا احسن لعبين البنية هدفنا نخلي لعبتنا لكن بعد ما بلشتنا نحنا جديا جديا نخليت كونترايات لانه بعض عنا بطولات بس بنفس الوقت نعرف ان في غير اندي بلش يتحركوا بهمنا لعبت فتعرف ان نحنا بدنا يكون دلكم معنا على علمك انت بتعرف انه بلشت اندي تتواصل مع لعبين دا الرياضي يعني فيه اندي بلشت دق البواب عم نسمع أصص بس منا اكيدين بس عم نسمع أصص بس انت بتأكد انه خلينا نقول اللاعبين انه ان زيتهم يعني سيكونوا مع فريق الرياضي ما في اكيد تبي بدنا نتفق اخلشي نحنا من اكد انه هيدا هو هدفنا نحنا من اكد انه بدنا نحكي مع كل العيب وبدنا نعمل مستحيل لنخليه ضلوا معناة الرياضي حتى تمام عم بسمع اصصر يعني تعرف انت سوق الانتقلات بلش ينفتح على وصعه حتى عم بيوصل كان حكي انه عم بسمع انه الرياضي كمان كان مهتام بفترة ماذا القصة؟ لا لا احترام لكل اللاعبين الفريق راكيب نحنا برأينا مراكبين من احلى فرق تتركبوا بالرياضي من زمان من ناحية من ناحية اللوكال لا اعتقد اننا نستطيع افعله اذا هدفتنا بس نجد على نأكد انه لاعبتنا يظلون عندنا في امير سعود وبقال عراج انه بيبقى في هايك وعلي وكريم زينهم هنه ثلاث لاعبين لفري ايجنس هادا سيزن وفي سماعيد كمان مزن اه سمعة كمان سمعة كمان ما بدي انسى حدا نحنا هدفنا فريقنا يدله هو ثلاث ما في اي تعديل حتى على موضوع البانش ما بعرف تبه خسين مالكي يقبل يدله في اشخاص ما عم تلعب عبدا تلعب اكتر بس نحنا شيفين فريقنا راكيب فيه تجانس رهيب كلنا على نفس الصفحة هيدا شيء حقه مفاري يعني اشتغلنا كل السيزن لنوصل للي وصلنا له هدفنا نبلي السيزن الجاية نحنا من نفس التقليعة لا أعتقد أننا سنفعله بس طريقة اللي ركبنا فيها فريق السيزن يلي هفتتوا على خط المفاوضات معه رح يلعبدتكم على الكويت الكويتة مفتتنا على خط المفاوضات معه سألنا عنه سألنا عنه وكان الرقم مخيف فيه عارف بس يعني عوضنا على الشريط وعوضنا على السؤال فيه عارف اديش الرقم يعني صراحة ولا حتى بلشنا يعني اذا بدك ضغيرك ان الجواب انه لا انه يجب انهموا بعضا عم يلعب هونيكي وكذا وكذا انا سمعت فوق المية صح؟ ايه اكيد اكيد فوق المية انا قال لك الرقم على الدقيق اللي وصلني مئة وعشين الف حيث اننا لم يصلنا للرقم لانه كان الرادي الراينج كان كتير بعيد انه ببدئيا هيك الراينج تياحه لا اكيد لا مش لا والماتشاب بين ديوب وبين جول والب ايه كان لها مصلحتكم بقوة هالمرة يعني انا برأيي بديوب اشبت انه اللاعب الاشبتة كان الافضر السنة بالبطولة كلها وهايك اللي عملو بين جول ايه قلت له بالحلقة فرجيني ايديك اليوم هايك قلت له انا يعني روح ايتالية لاعب فيها بالفاينال كانت رائعة و ايه 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 نعم سنتجي ببعرف لا بتباليش بس احكي شوي عن سنتجي تاختم هدا الاتصال معك واضح انه في كتير فرق عينه على المنافسة بشراسة على الاقل بطول سنتجي واحد منهم فريق دينامو هذا اللي عبر عنه نائب رئيس ادارة ندي دينامو حسن فواز نعم حتى حكي عن بجت اكبر بكتير بجت عم يتخطر مليون ونص من تجي حسب مقال نعم شو رأيك اول شي بهادا الانفاسمت الكبير عم يعملو فريق دينامو بحسن بشغل عم يعملو اوبرول يعني كل ما يكون فيه فرق عم تشتغيل وعم عم تحط بجت رالتفلي عالي وعم تعمل فرق منافسة كل ما تكون البطولة احرى نحنا تركيزنا على فريقنا اكيد الكل اللي مصلحة انه تكون يكون فيه تنافس بين كذا فريق لانه تكون بطولة اجمال وسبونسلشب اهم والفيورشب اعلى هايدي لما اصلحنا الجميع نحنا بالناحية الفنية وتركيزنا كله على فريقنا نحنا همنا نركب احسن فريق همنا نافذ انت معنا ثلاث اجانب او البقاء اجنبيان لا 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 ماكسيم اليوم اللاعب اللبناني اللي وصل على كبطولة العنب مش بس بالفئة الاولى بالفئة الاندر 18 والاندر 16 ما بتكيفون انه ساعوا عدوا عالبانش خلوا الاجنبي يلاعب اتامكن لا اكيد نحنا كل عمرنا بفلاظفة انه هايدي بطولة لبنان بديكون في اكترية على ارض الملعب لبنانية اكيد انا ضد ثلاث اجانب على ارض الملعب امه صح تصير تكتكية أكثر على 2 plus 1 حيث تحط المادة على جناب 2 plus 1 هي الأجمل والتكنيك للأكل الأحضر تمام جارودي أمين سرنايدا رياضي بيروت شكرا جزيلا لقلك شكرا جزيلا لقلك شكرا لقلك أنتوني شكرا لقلك شاب الوحيد عني هايك طربون الحظة هايك ببعنا فتحت الموضوع معرف الأجانب يتحدث كثير 2 plus 1 2 إمبورت 3 إمبورت أنا رأيي مثل كل مثل رأيي كل اللاعب اللبنانية إنه ما بنقبل تكون 3 أجانب لأنه الريزنينج اللي عم بيعطونا اللي عم نسمع إنه لا بدون 3 أجانب إذا بدك إنترتايمنت وشو حتى لو بجيب 10 أجانب كإنترتايمنت مستحيل توصل حضروا ام بي اي إذا بس بدكن الإنترتايمنت وهيك مستحيل نوصل على هايك أم بي اي أو يوروليج أو هول أكيد لأنه لما يكون في 3 أجانب على الملعب بيكون اللعيب اللبناني عم بيلعب بلعب لما يكون في لما يكون في ما نعمل؟ والطباب بيدنا بإخل الـ كيف تتحرك كيف تتحرك كيف تتحرك كيف تتحرك كيف تتحرك كيف تتحرك بإحتيالة بلاحظة 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 كرمالين نحافظ على مستوانة بالمنتخب ونقدر نعطي أهما شي للمنتخب مكتوسي هلأ عنا أستحق كمانا مع منتخب لبنين عنا بطولة عالم لكورية السل مضبوط ومن بعد عنا لبطولة بطولة بصلنا عليها مضبوط بس لازم كل مرة نوصل لازم كل مرة نتحسن الجيل الصغير الأصغر منه لازم يكون أحسن منا فإذا أنا عم يشوفوا ما في ملعب ما في دور لقلهم ما عم يشوفونا عم نلعب حيوقفوا ما حي لا يشوفوا ما حيوقفوا ما حيوقفوا ما حيوقفوا بس هايك عمي الحكة كتير بريزا أنه أسعار اللي عبين الدنيا تكون جدا عالية خيالية هك دايما نفسك نفسك كمان بس مع خيالية أجنبيين أو ثلاثة الأسعار هتكون هي زيتا بعدا الماركت هي سبورت ان دمان عرضوا الطلب أنا عب يخد هون دور محام الشيطان إذا النادي ما بدو اللعيب لاتسي اللعيب عم بيطلوب أكس النادي ما بدو يدفع أكس ما يدفع أكس وقادر يدفعو واللعيب عم بيقبال لا اللعيب بدو يقول لا سب رأيك اللعيب اللعيب لازي نكون عند ساين بايج هتكون ماشي الأمور مظبط بس برسم إلاك عم ما عم تشوف في أسعار عالية متمطلب تفوق خلني نقول الحدود الواقع هوا ساتس الواقع ما بفهم هايدي هايدا اللعيب اذا بدك يا بتمضي إذا كل الأندي يقرروا أنه هيدا اللعيب بيسوى أقل من هيدا وما بيمضوه هو يجب أن ينظر سعبه ولكن كما يوجد نادي حابب هيدا اللعيب وحابب يمضيه لا بدنا نوقف بوجه اللعيب شو اللي بيعلي؟ وشو اللي بيخلي اللاعب يحط هيدا السعر؟ أو بيعلي هيدا السعر؟ البرفورمانس اللي بيحبوطولي؟ ما نتسلع بالعب؟ كذا فاكتور البرفورمانس و البرفورمانس هنه أهمتنا لأنه في اللعيب بشوف أنه بركة ما عشت على تغييرlah ممتاز بسبب jewelry بس عنده ممكن يق薄 بيكون مسببتة تغيير كامل 하기 بس يكون متضرeren في هوسف البرفورمانس وبالياه ليس جديد في ه adjacency القضي فتوجب البرفورمانس قب room بس؟ انا لأنو بكتاب من الرجل العليلة هذه أكثر تفهمها و هذه السيستان بوصل كمانا فإذا 2 بلاس 1 لأسمح الله الأجنبي بتعوّر في عندك باكاوب في عندك باكاوب للأجنبي فإت مصبوط مصبوط، مصبوط، مصبوط للأجنبي وأنا أتمنى مع 2 بلاس 1 لو هما نصاب كان يهيز بالسيريز ضد الدينما كيف كانت راح تروح سيريز؟ كانت حتكون صعبة، وما فيك تعرف بس توربين مصبوط سيريز فلا نستطيع أن تخلص 3-0 لا أعرف، باركي كانت خلص 3-0 بس أنه كان شخصي يجب أن يكون شخصي لأنه لديك فلادك نفسهم فلادك أنه تتمر كان يجب الأجنبي لكن في حالياً ها قمت بأس آسة قمت بأس آسة لأجنبي فلقد ذكروا، فلقد فعلوا أفضلهم لكنه يجب أن تقوم بلاس 1 أجنبي ونحن لا يعرف في أخر مصبوط، كنشف ويبدأت مساعدة إلى 10 ومقام بساعدة لأجنبي طبعاً، وقد نتحققنا بشكل مفهول وكان نتحققاً من المفهولة لنا لتحقق هذا هايك، لدي سؤال أخير بدأني في هذه الحلقة ويجبك، بعد أن أتحدث عن الهواء معك أقول لك، لأحد من الأشياء المتعادي التي أرى أن تفتح بفلسة الفنائل أو الفنائل، هو العيب الإبناني وستبتوب وهذا الشيء كثير يصب لأمصحية المنتخة اللبناني كيف ترى ذلك؟ إنه مرحباً أن نرى البعض الإبناني بشكل مفهول بلاخر سرعنا دور سرعنا نعرف what our role is how to play سرعنا experience لعيبة كلهم they're playing at a very high level وعم بيتحسنوا كل سنة every year everyone's taking care of themselves عم بعمل off-season مضبوط عم بيلعبوا مع المنتخب high-level games عم بيلعبوا بالليغ high-level و I just hope انو نضل نتحسن كل سنة مرحبا جزيلا thank you so much thank you Anthony thank you ويعطيك دايما الف عافية وتكبر القلب دايما ربينشاي في الحال فيك السيدس بطولي سنت الجيه ستكون إن شاء الله ورح تكون بس منارة ولسي حبيبا ولسي خلينا تفوكس نواصل هلا ومشوف شكل البطولي ستكون مواصل هدا طارجت عندك هلا أكيد طارجت انو نربح واصل أكيد ستفوكس مع طارجت هل تجري تنعاد هدا المواجهة من تلك التعاصيل لا مواجهة 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 بس هالمره عنا دوب So So it's a big plus there's a reason دوب عنده bronze medal باللويمبكس مع أستراليا It's gonna be It's gonna be It's very tough It's gonna be It's gonna be very tough Especially games or 4 وبدأت تشوف أي فريق يلعب بأسفل ومن يتعلم بأسفل وليس لأسفل وليس لأسفل المشاهدين ما تقول لجمهور فريق الرياضي؟ الكاميرا تقول لك وعاد جمهور فريق الرياضي؟ أنا أبعدكم أنه نعمل مستحيل نقاتل نربح وصل كلمالكم ومشكركم على كل الدعم والدعم التي تعتمدنا نحن نلعب كلمالكم مرسي كثير أرجو أن أردت كل من أردت كل من اللبانيين ديرك نوفيتسكي نحن نمشيها من اليوم زيادة على هذه الحلقة أنت هايك يوك تيان بطل لبناني نشوف حلنا فيك دائما شكرا لك هايك شكرا لك هايك شكرا لك فهذا المتابعين عبر منصتنا لبنان هذه كانت الحلقة الأخيرة من Game On هذا الموسم الطويل اللي عشنا نحن وياكم سواء اليوم نختم بهذه الحلقة استثنائية مع نجم فريق الرياضي بيروت هايك يوك تيان شكرا لكل زملائي بطاعم العمل من المخرج إبراهيم مكديش وشرول عبد السيتر بالإضافة إلى خارط حصري والصديق والخي سلطان شهين يعطيكم ألف عافية دائما على مواكبتكم الدائمة وحطنا لما نكون عبر لكم أنا في عنا حلقة في المنهار وقال منهار كنتكم عم تكونوا حاضرين دائما معنا متابعين عبر ونصت هنا لبنان نحليكم دائما متابعين ونطرينا رح يكون معكم بكافة التغطية الرياضية ولكن صار وقت تختم هذا الموسم من Game On إلى اللقاء